عم ذكرت حضرتك تصريحات السيد السوداني عند لقائه بوزراء خارجية ورؤساء وزراء دولة الكويت قال بأننا نحترم جميع الاتفاقات وحسن الجوار بين الكويت والعراق فسر هذا التصريح تحديدا على أنه لربما إلغاء لقانون المحكمة الاتحادية لا يمكن الذي يفهم هذا التصريح بهذه الطريقة ربما أطراف خارجية لا تعرف سياقات العمل داخل العراق لا يمكن لأي جهة المحكمة الاتحادية هي المحكمة العليا في العراق قائرات هباتة وملزمة بموجب الدستور وبالتالي لا يمكن العراق عندما يقول رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان أو وزير الخارجية أن العراق يحترم التفاقات الدولية هذا كلام صحيح لا غبار عليه ولكن ضمن السياقات الدستورية العامل الاتفاقية لم تلغى إنما علقت فبالتالي الآن كل شيء معلق خورة عبدالله موجود ما راح يشيل محكمة الاتحادة تشيله وتودي مدروين هو موجود في مكانه والعراق لا راح يسوي شيء على صعيد خورة عبدالله ولا أيضا لكويت سترح تسوي شيء ننتظر جميعا ماذا ممكن أن يحصل على صعيد تغيير القانون وعادة التصويت ثانية بشرعية الاتفاقية وخلص الاتفاقية ستمضي وما صدر عن الحكومة العراقية الآن من تأكيدات هو احترام للسيادة احترام الاتفاقات الدولية لكن إذا البرلمان لم يصوت فليس بإمكان الحكومة عند ذاك أنها ممكن أن تتصرف بغير قرار البرلمان هو السلطة التشريعية العليا حتى وإن ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعدما سندت أمريكا الكويت بهذا الشأن على اعتبار أنه قد يكون ضغط مباشر على الحكومة العراقية لا تستطيع حتى لو ضغطت أمريكا هذا معناها سيخلق إشكالية في العراق ولا أتوقع أن أمريكا تضغط أكثر من الضغوط الدبلوماسية يعني هي تريد للعراق والكويت أن يحل أزمتهما على صعيد كورا عبدالله على صعيد الحدود البرية على صعيد الحقول النفطية ضمن علاقات مشتركة بين البلدين وهذه ليست هي الأزمة الأولى والأخيرة كثير من دول العالم المتجاورة لديها أزمات حدودية أزمات تتعلق بمناطق هنا وهناك بحقول النفط هذا شيء معروف ودائما يخضع هذا الشيء إما إلى تحكيم داخلي بين الطرفين أو لنقل علاقات بين الطرفين أو يصعد إلى التحكيم الدولي أو ربما يصل إلى الشكوى إلى الأمم المتحدة وعند ذلك الأمم المتحدة هي التي تتخذ القرارات المناسبة لهذا الموضوع ولكن كلها لن تصل إلى سياقات ممكن أن تؤدي إلى تدخل عسكري عبر الفصل السابع وإنما دائما ضمن الأطور الدبلماسية وتدعو وتطلب وليس أكثر من هذا القبيل فبالتالي أي ضغط دولي الآن أو أقليمي لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير القواعد الحالية وهي القرار للمحكمة الاتحادية لذلك لا تستطيع السلطة عراقية تغييره سوى ما يصدر عن البرلمان وإذا كان أيضا هناك خلل على صعيد البرلمان عندما يتقدم أحد بطعن أمام المحكمة الاتحادية هي الأخرى تفسر الأمور بالطريقة التي تحتكم فيها للدستور ويكون قرارها ملزما وباتا لكل السلطات العراقي إلا إذا تغير الدستور وأصبحت قرارات المحكمة الاتحادية ليست باتا هذا أمر أيضا صعب التكهن فيه ولا أتوقع أنه أمكان النفس ترجمة نانسي قنقر